ودى علامة ويندوز المزعجة بدون ما تدفع سعر مفتاح كامل بإمكانك تحصل أفضل أسعار مفاتيح ويندوز من CDK Deals باستخدام كود الخصم الخاص بالقناة SNK RT بعد ما تحصل المفتاح اكتب Activation Settings في مربع البحث حط المفتاح هنا وانتهى الموضوع تفقد الروابط تحت بالوصف لتحصل أفضل العروض والأسعار من CDK Deals السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد اليوم نرفع الحظر الإعلامي عن أول كروت من كروت السوبر الجديدة RTX 4070 Super إذا تابعت الاستريم الذي عملته الأسبوع الماضي فتعرف أنه متحمس له الكروت ولكن إذا ما تابعته إليك ملخص الكروت الـ 4070 Super سيستبدل الـ 4070 العادي بنفس السعر واللي 4070 انخفض سعره إلى 550 دولار واليوم موعد مراجعات النسخ الفاوندرز أدشان والنسخ الغير مكسورة السرعة وبكرة مراجعات النسخ المكسورة السرعة مصنعيا الـ 4070 Ti Super قادم في 24 يناير ورح يستبدل الـ 4070 Ti بنفس السعر والـ 4070 Ti وقف إنتاجه والـ 4080 Super قادم بنهاية الشهر بسعر 1000 دولار ورح يستبدل الـ 4080 العادي اللي أيضاً وقف إنتاجه الـ 4070 Super رحوي نفس ذاكرة الـ 4070 والـ 4070 Ti يعني 12 جيجا جديد R6 على ميموري باس 192 بيت لكنه يحوي زيادة 20% بعدد الأنوية من 5888 كودا كورز لـ 7168 كودا كورز هالزيادة بالكودا كورز ينتج عنها زيادة قليلة باستهلاق الطاقة من 200 واط لـ 220 واط وعلى حسب كلام إنفيديا هالكارت أسرع من 3090 فهل هو جيد؟ وهل أسرع من 3090؟ رح نجربه ونشوف النسخة اللي معنا اليوم هي الدول من أيسوس هالنسخة ليست مكسورة السرعة مصنعياً وتأتي بنفس سعر الفاوندرز ادشن أي 600 دولار لكن هالأسعار غير شاملة الضرائب رح نحكي بعد شوي عن كسر السرعة وهالأمور لأنه موضوع كسر السرعة ينقل هالكارت لمستوى تاني الكارت يأتي بتصميم أسود رمادي مع قطعة شفافة من الأعلى بحيث تظهر لك شكل الهيتسينك من الداخل شكل الكارت عجبني بصراحة وخاصة أنه مش كبير كتير بيتسع بأغلب الكيسات وما بيغلب مثل النسخ الثانية من الخلف يحوي باك بلايت معدنية جميلة مع شعارات جي فورس وأيضا يحوي دول بايوس، بيرفورمانس وكوايت تجارب اليوم عملتها على البرفورمانس مود ومن هالطراف يحوي مأخذ انفيديا الجديد وفيه أدابتر مرفق بالكارتوني 2 8 بن لـ 12 بن بالأول كنت مفضل أشوف الكارت بمأخذ 8 بن واحد لكن بعد نجرت الكارت وكسر السرعة عرفت أنه هالخيار أفضل لأنه المأخذ بيسمح لنا نرفع الباور 240 واط وهالشي بيساعدنا بكسر السرعة مرة تانية رح أحكي عن كسر السرعة بعد شوي هو انفيديا كان ممكن يعملوا مأخذين 8 بن بس ما رح يرجعوا للـ 8 بن المهم منافذ الكارت الخلفية 1 HDMI 2.1 و 3 DisplayPort 1.4 خلينا نحط الكارت بالتست بنش مواصفات الجهاز التجارب موجودة على الشاشة أمامكم ونشوف النتائج نبدأ التجارب مع أبليك تير ركويم على 1440P 70 سوبر قدم تجربة ممتازة 80 فريم وسطي وأسرع بـ 14% من السبعين العادي بس أبطأ بـ 10% من السبعين تي آي على 4K ما زال يقدم تجربة جيدة لأنه التجارب عملتها على Native Resolution بدون أبسكيلينج ما زال أقل بـ 10% من السبعين تي آي وأقوى بـ 10% من السبعين العادي فوضعه بالنص تمام في Assassin's Creed Valhalla أيضا الكارت مبهر أقل بـ 3% من السبعين تي آي على 4K الفارق يكبر لـ 5% لكن ما زال مقدم تجربة ممتازة Avatar Frontiers of Pandora أحدث لعبة ومن أكثر الألعاب المتطلبة لأنها تحوي ريد رايسنج بشكل أساسي السبعين سوبر كان أسرع من 3080 تي آي بـ 7% وهي شيء بفضل أنويد تتبع الأشعة الأحدث الموجودة في كروت أيدا لوفلس ورح تشوفوا هالسيناريو يتكرر في تجارب تتبع الأشعة على 4K 70 سوبر والـ 80 تي آي نفس الأداء لأنها اللعبة على 4K بتصير جدا متطلبة على الذاكرة وتطلب باندوث أعلى والـ 80 تي آي يحوي باندوث ذاكرة أعلى لكن السبعين سوبر مازال مبهر لأنه تذكروا الـ 3080 تي آي نفس أداء الـ 3090 تقريبا سايبربانك ما زالت تركع أقوى الأجهزة وخاصة على نيتف رزولوشن السبعين سوبر كان أقوى بـ 16% من السبعين العادي وأبطأ بـ 8% من السبعين تي آي والـ 80 تي آي على 4K الصدارة تروح لـ 3080 تي آي لأنه ما زال يحوي أعلى باندوث بين هالكروت والـ 4K تحتاج ذاكرة عالية وباندوث ذاكرة عالي لما انفعل تتبع الأشعة هاللعبة بتصير فيارمارك ومرة تانية هون السبعين سوبر يتفوق على الـ 80 تي آي بفارق بسيط بفضل أنوية تتبع الأشعة الأحدث وأكتر كرت كان يعاني هو 6800 XT كان حتى أبطأ من 3070 تي آي على 4K السبعين سوبر والـ 80 تي آي تعادلوا وكانوا أبطأ بـ 9% من الـ 4070 تي آي فاركاي 6 حتى ما تتبع الأشعة على 1440B ماهي كتير متطلبة لا سبب منلاقي أغلب الكروت مقدمين أداء متقارب لكن على 4K بتصير متطلبة أكتر وهون السبعين سوبر كان أبطأ بـ 3% فقط من الـ 4070 تي آي نتائج ممتازة فورزا هورايزن 5 Extreme Settings يعني ما تتبع الأشعة السبعين سوبر تفوق على الـ 80 تي آي بفارق ملحوظ على 4K ما زال يقدم تجربة رهيبة 101 فريم وسطي في هورايزن زيرو دون السبعين سوبر كان قريب كتير على الـ تي آي مجرد 6% فرق بينهم على 4K هاللعبة تحوي أحجام تكسجر عملاقة وتستفيد من الباندوث العالي ولا عجب هون الـ 80 تي آي تفوق بفارق جيد The Last of Us جدا متطلبة والـ 70 سوبر قدم نفس أداء الـ 80 تي آي والـ 2 مبهرات لكن أكتر كارت فاجأني هو الـ 6800 XT على 4K هاللعبة بتصير بالوعة فيرام وـ 3070 تي آي يعاني بسبب ذاكرته الـ 8 جيجا بس الـ 70 سوبر والـ تي آي والـ 80 تي آي كلهم قدموا نفس الأداء واللي هو شيء منتاز في ردة 2 الـ 70 سوبر تفوق على الـ 80 تي آي أيضا نتائج مبهرة على 4K السوبر يتراجع شوي بس ما زال يقدم أداء ممتاز أكتر من 70 فريم وسطي على Ultra Settings Shadow of the Tomb Raider صارت قديمة لكنها ما زالت من أفضل الألعاب في استغلال هاردوير لذلك ما زالت بجربها والـ 70 سوبر كان مبهر تفوق على الـ 80 تي آي على 4K تراجع شوي بس ما زال قريب من الـ 80 تي آي وحطوها النتائج في بالكم لأنه رح أرجع لهم بعد شوي سبايدر مان لعبة غريبة من ناحية الـ Optimization بدون تتبع أشعة مش كتير متطلبة لذلك على 2K كان الأداء متقارب بين الـ 70 سوبر والـ Ti والـ 80 تي آي على 4K كالعادة بتصير متطلبة أكتر والـ 70 سوبر يتفوق بفرق فريم واحد على الـ 80 تي آي ما تتبع الأشعة بتصير جدا متطلبة والـ 70 سوبر تفوق على الـ 80 تي آي وكان جدا قريب على الـ 70 تي آي على 4K أيضا كان مبهر متفوق على الـ 80 تي آي وجدا قريب على الـ 70 تي آي الفيديو كله تي آي وسوبر وـ 70 وـ 80 فرجاء نطلعوا على الأرقام والقراءات أمامكم ومو بس تسمعوا كلامي ستار فيلد جدا متطلبة ومدعومة من AMD الـ 70 سوبر تفوق على الـ 80 تي آي وأقوى بـ 16% من الـ 70 العادي لكن أكتر كارت فاجأني هو 6800 XT على 4K الـ 70 سوبر ما زال متفوق على الـ 80 تي آي بفريم واحد واللي هو ضمن معدل الخطأ بس ما زالت نتائج مبهرة ويتشار 3 ما زالت متطلبة وخاصة مع الـ Next Gen Update الصدارة راحت للـ 80 تي آي بس الـ 70 سوبر ما زال مبهر وقريب على الـ 70 تي آي على 4K الـ 70 سوبر كان جدا قريب على الـ 70 تي آي فرق 6% فقط الآن ننتقل لمجموع الاختبارات والناتج النهائي للتجارب على 1440 P الـ 70 سوبر كان أسرع بـ 2.5% من الـ 3080 تي آي 2.5% أعتبره ضمن معدل الخطأ بس ممكن نقول أنه أداءه نفس أداء الـ 3080 تي آي واللي هو نفس أداء الـ 3090 هالكلام على 2K أو 1440 P بس ما أعتقد يكون أسرع من 3090 وخاصة على 4K يعني ما هو مثل ما قالت انفيديا نعم هو أسرع بتتبع الأشعة لكن بأداء الـ Rasterization ما هو أسرع ممكن تقول تقريبا نفس الأداء نفس أداء 3090 وذا منطلع الفرق بينه وبين الـ 70 تي آي منلاقي أنه الفرق بينهم 7.5% فقط فرق عدد الأنوية بينهم 7% وفرق الأداء بالضبط 7% تذكروا قبل شوائق لتلكم حطوا هالنتائج ببالكم ويل عملت كاسة سرعة للـ 70 سوبر وأداءه صار نفس الـ 70 تي آي يب نفس أداء الـ 70 تي آي فرق 1% فقط واللي هو فرق مستحيل تلاحظه ولا يذكر أما مجموع الاختبارات على 4K الـ 70 سوبر يتراجع شوي مقارنة بالـ 80 تي آي بس ما زال قريب جدا عليه من ناحية الأداء ننتقل لسرعات والحرارة واستهلاك الطاقة بالنسبة للسرعات نسخة الدول حافظت على متوسط سرعة 2700 ميجا هرتز في الألعاب وحوالي 2600 ميجا هرتز تحت الضغط في الـ Stress Test حطوا في بالكم أنه النسخة ليست مكسورة السرعة مصناعيا بس الشيء لا يعني أنه ما ممكن نكسور سرعتها أما الحرارة بعد 10 دقائق Stress Test بحرارة غرفة 23 درجة أعلى حرارة على الكور 63 درجة والهوت سبوت 73 درجة والميموري 66 درجة فتبريدها النسخة لا غبار عليه حتى الميموري تبريدها تمام والكارت كان الشبه صامت سرعة المروح تحت أقصى ضغط ما تخطط لـ 1350 RPM يعني صوتهم هو أعلى من صوت مروح الكيز واستهلاكه للطاقة كما هو معلن 220 واط فنسخة الدول بنفس سعر الفوندرز ادشن وبرأيي أفضل الآن ننتقل للجزء الفن كسر السرعة هالنسخة تسمح لك ترفع الباور لـ 110% يعني 242 واط وقدرت أضيف 150 ميجا هرتز على الكور وتسعمية ميجا هرتز على الميموري ومع هالكسر الكارت مثل ما قلت قبل شوي بيصير حرفياً 4070 تي آي 4070 تي آي وأرخص بـ 200 دولار هاي صفقة خرافية فهل 4070 سوبر أسرع من 3090؟ بتتطبع الأشعة؟ نعم أسرع بفضل الأنوية تتطبع الأشعة الأحداث لكن بالرستوريزيشن ما هو أسرع ممكن مع حكس الستراعي يصير بنفس سرعته أو بالألعاب الحديثة بنفس سرعته لكن ما هو أسرع من 3090 بس هل الشي يعني أنه 4070 سوبر كارت سيئ؟ أكيد لا الكارت خرافية جماعة وخاصة على 1440P الكارت بيشغلك على معظم الألعاب حتى على 4K قدرت أشغل عليه وخاصة مع التقنيات الجديدة المساعدة مثل مثل DLSS Upskilling أو DLSS Stream ممكن تشغل عليه 4K قدرت قيمة خرافية يا جماعة استهلاكه للطاقة قليل والنسخة المعنى اليوم هي صغيرة الدول تتسعب بكل الكيسات ما في دع تاكلهم ذراع الكارت حامل الكارت والله الكارت عندي ثقيل ولا خفيف ولا الأمور استهلاكه للطاقة قليل تقريبا بيشتغل على كل الباورات يعني 240 واط أو 220 واط مع كسر الصراع وإذا أردت تقريبه كسر الصراع بيصل إلى 240 واط فهو 600 واط بيكفيه بالراحة باور سوبلاي لا يوجد داعي تأكل حجم الكيس والله الكيس عندي صغير ولا كبير الكارت صغير بيتسعب بأغلب الكيسات بشكل عام 4070 سوبر كارت أنصح فيه كارت جيد بصراحة كارت خرافية حتى إذا أردت تجارب أكثر على الكارت رحوا اشتركوا بقناتي الثانية سانكرا بلاس لأني رح أنشر فيديو تتجرب معمقة لهالكارت مع أكثر من 20 لعبة رابط القناة تحت بالوصف وبس يا جماعة هذا كان كل شيء في فيديو اليوم أزعلكم مقطع بتعرفوا ايش تعملوا لا تنسوا بمزود الفريمات وأراحوا الفيديو السابق تحت اليمين حكيت فيه عن طريق التخفيف ويندوز 11 كان معكم أخوكم عيمان محمد شكرا للمتابعة والسلام عليكم